نهار ده كان فيه اجتماع ما بين الكابتن حسام حسن وجهازه المعاون مع ربطة الاندية اللي جاي ده هي كواليس ما حدث في هذا الاجتماع اول حاجة كان التأكيد على ان الهدف هو صعود منتخبنا لنعايات كأس العالم تم استعراض الاجندة الدولية لشهراء تلاتة وستة وتم تدوين طلبات كابتن حسام حسن فيما يخص توقيتات انطلاق المعسكرات وهيبقى فيه اجتماع عاجل للربطة لبحث طلبات الجهاز الفني مع وعد كابتن حسام بتلبية رغباته وربط الاندية ستعلن عن الجدول الجديد بعد التعديلات المطوبة خلال 48 ساعة حتى الاسبوع الثلاثين حلو برافو ادعم وساند وللمديد الفني المنتخم مصر يعوزه لازم يتنفذ عشان لما هنيجي ان شاء الله بإذن الله تبقى حياتنا كلها ومنتخم مصر كله نجحات مع كابتن حسام حسن ان شاء الله بإذن الله بس لو لا قدر الله فيه اي اخفاك ونيجي نلوم الكابتن حسام حسن ما انفعش ييجي كابتن حسام حسن يقول مانا طلبت واحد واثنين وثلاثة واربعة وما تعمليش فلازم اي حاجة يطلبها كابتن حسام حسن اي حاجة يطلبها منتخم مصر لازم تبقى مجابة مع كامل الاحترام طبعا لكل الاندية ماشي كابتن حسام حسن كمان طلب ربط الاندية بتوقف الدوري بعد الجولة الخمستاشر من عمر الدوري وينطلق المعسكر يوم اتناشر او تلاتاشر مارس اللي جاي استعدادا لخود دور الدبي الودية مع منتخبات كرواتيا وتونس ونيوزيلندا جابتن حسام حسن كمان طلب بزياد عدد الجماهير في مباريات الدوري حتى يعتاد اللاعبين على اللعب في ظل الضغوط الجماهير